أخبار اليوم من الصحف اليومية نسمعها وياكم من زميننا ناصر صباح الخير ناصر صباح النور صباح النور عليكم على مشاهدي قناة سامراء الفضائية واتجولة جديدة من الصحف لهذا اليوم طبعا قبل الجولة طمنا عنها كشو صرت والله الحمد لله أنا وعن ما بس أبقوا شوي سعال يعني أعتقد هذا العلاج اللي راح أخذه إن شاء الله اللي وصيتني عني إن شاء الله نكون جيد يعني ليش الضحكين يعني هو علاج شكوية هو علاج بس إتتولي يقولكم علاج يعني لا أموها شاء الله أنمار المصور مشكلة مشكلة يعني دائما يفسر الأمور حسن ما طيب مشاهدينا نبدأ جولة الصباحية من الصحف المحلية والعربية طبعا والبداية من صحيفة المدى ونبدأها بعنوان بغداد حلم وردي يعيد الفنانة هند كامل باشرة دائرة السينما والمسرح انتاج الفيلم الروائية الطويل بغداد حلم وردي تأليف الروائية ميسلون هادي وسيناريو أخراج فيصل الياسر كمحاولة جادة للنهوض من جديد بواقع السينما العراقية تتمحور قصة فيلم بغداد حلم وردي حول العنف الطائفي من خلال شخصية عراقية مغتربة قررت العودة إلى العراق فاصطدمت بواقع العنف الذي تفشى في البلاد وتجسد دور البطولة في هذا الفيلم الفنانة هند كامل التي قالت يجب علينا أن نقول نحن هنا بل العراق يجب أن يقول للعالم أننا نحن هنا نعيش ونعمل ونصنع الأمل الفيلم يطرح مسألة الانتماء إلى المكان والأصول عبر حكايات لمجموعة من العراقين متعددية القوميات والديانات يسكنون في حي سكني بغدادي واحد تتاح للكثير منهم فرصة للهجرة عام 2006 والذي يعد ساخنا بالأحداث الدموية لينته جميعا إلى قرار واحد وهو الامتناع عن الهجرة ونبدأ مغرياتها وتكريس مبدأ أن بغداد قبلة العراقيين ويعد هذا الفيلم هو الثاني الذي باشرت فيه دارة السينما والمسرح ضمن قائمة إنتاج سينما كبير ومتنوع لصالح مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية طبعا ناصر أتصور أن هذه القصة المطروحة بالفيلم تخصها شخصيا للفنانة هند كامل أعتقد أنه كونها هي أيضا تغربت تغربت وبتعدت عن الساحة الفنية وبتعدت عن التمثيل سنوات طويلة طبعا هي من فناناتنا الرائعات بالتمثيل ومشهود لها بكثير منها وهي العائلة فنية كلها سواء هي أو أخذها هذه الكاملة أو تحياتها طبعا إلهم أكيد اسم الفيلم بغداد حلم وردي يعني الاسم تحسه حلم يعني فعلا أنه أنه اليوم بغداد ترجع مثل ما كانت لا أنت من تقول حلم وردي نحن دائما نطلق على الحلم اللي صعب جدا أنه يتحقق بأنه هذا حلم وردي أو اللي دا يحلم به مثل اللي بطران ودا يحلم بشيء أكثر من الإمكان طبعا نتمنى أكيد ونتمنى أيضا أنه نرجع ترجع الأفلام العراقية تأخذ صداها وتشارك بآخر المهرجانات وإحنا عدنا أفلام يعني مشهود لها من سنوات وعدنا ممثلين وعدنا إمكانيات ولكن الضروف اللي إحنا عشناها الفيلم طبعا هو يعني مثل ما قلنا بغداد حلم وردي هو من بطولة مجموعة من الفنانات والفنانين العراقين منهم عند كامل أمير جواد سمر محمد وأنعام الربعي ألاء نجم أسعد عبد المجيد وميمون الخالدية أكب عدنا بعض الفنانين كانت إنهم أدوار من القدامة ومن الفنانين الشباب أيضا أدوار في هذا الفيلم اللي هو الفنان القدير يوسف العاني وسامع عبد المجيد يعني هذا يوسف العاني غاب فترة طويلة عن الشاشة طبعا واليوم سنتظر هذا الفيلم يوسف العاني اسم عالي بالفن العراقي بالتمثيل والكتابة أيضا نعم حلو خبر حلو سين خلي ننتقل من صحيفة المدى إلى صحيفة التآخي ونطالع أمانة بغداد تحذر من تشييد واجهات الدور السكنية الجديدة على الأرصفة هذا عنوان لخبر حيث أعلنت أمانة بغداد اتخاذ إجراءات مشددة لمنع المخالفات البنائية المتمثلة بتشييد واجهات الدور السكنية الجديدة على الأرصفة وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في بيان لها أن ملاكات دائرة بلدية الشعلة أطلقت حملة لمتابعة المخالفات البنائية المتمثلة بتشييد أسيجة وواجهات الدور السكنية الجديدة على أرصفة الشوارع منعا لتشويه جمالية المدينة وعرقلة سير المشات وإعاقة عملية تقديم الخدمات والحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية كشبكات الماء والصرف الصحي ومينت أن إجراءات الدائرة تمثلت بتوجيه إنذارات رسمية للمخالفين بمرورة إزالة هذه التجاوزات الصارخة وفي حال عدم الامتثال يتم إزالتها من قبل ملاكاتها وتحميلهم كلفة الإزالة وفرض الغرامات المالية المنصوصة عليها في القرارات والقوانين المتعلقة بهذا الجانب تعرفين إحنا؟ إحنا هذه معاناة على فكرة نعم هذه صارتنا موديل يعني اليوم إحنا كل واحد أخذ لبيت أول ما يجي على الرصيف سيج ويزرع يعني الزراعة شيء بطيف يعني إذا يسيج ويزرع هذه أوكي ياريت بس يتجاوز يطلع البيت على الشارع بناء ما أخذ من الرصيف لدرجة أنه الرصيف يصير عبارة عن نص متر أو ربما حد وحد مثل ما يقولون خليه لسيارته بلوابط أي أي إنه خلاص هذا يعني صار إلي وشفناها يعني هاي إحنا لابسيها هذه موجودة يعني في بغداد وصارت مودة واحد يعني قلد الثاني إنه مو هذا فلان مجاره شكل سوا شو ما حد إجاو ماكو أكو رقابة على الموضوع فلهذا تشوف يعني شارعنا بل رصيف فعلا وفقط هذا مو بغداد يعني هي الخطوة إذا أخذتها عفوا بلدية الشعلة نتمنى إن شاء الله من بقية بلديات العاملة في محافظة بغداد أو أمانة بغداد كاملة ينتقل هذا الأمر إلى المحافظات الوسطى والجنوبية بس السؤال الناس اللي أصلا متجاوزة وبانية وهو هذا بيت وحييجيها انذار يعني شنو حينهدم مثلا جزء البيت هم قالوا لهم يعني يا أما أنتو تشيلون هذا التجاوز يا أما هي البلدية تتبنى هذا الموضوع وتجي تشيل هذا التجاوز وبالتالي يتحملون غرامة يعني التكاليف هذه العمل يعني يجون نشيله نتمنى إحنا هذه السرعة قوبة بإضافة إلى تشكيل مطالفة لأن حتى المنظر يعني العامل كجمالية تشوفها يعني يعني شوف يأسيلها اليوم محة تفوت فرع تباوى عليها من البداية تلقى عبارة عن بيوت بيبانها صاير على الشارع مباشرة أسيل هذه الخطوة مهمة اليوم إحنا اليوم فعلا إحنا في ظروف عصيبة في العراق ظروف مالية اقتصادية أمنية حرب على داعش وفوضة سمحت لهالناس بالتجاوز هذه استغلوا بعض الشخصيات أو العوائل استغلت انشغال الحكومة بهذا المجال وبالتالي قاموا بجاوزون هذا التجاوز إذا ما يوقف عند حده اليوم الجهات المعنية مثل أمانة بغداد أمانة بغداد هي ما معنية بتوفير الأموال ولا معنية بصرف رواتب لموظفي بقية الوزارات ولا معنية بعلاقات العراق الخالجية ولا معنية بحرب داعش معنية بأمور الشارع العراقي وجمالية والنظافة تخص العاصمة بغداد اليوم العاصمة بغداد يجب أن ترجع إلى رونقها إلى شكلها إلى نموذجها الطبيعي والمعروف عنها كعاصمة بغداد هي عاصمة للثقافة للجمال لكل شيء موجود به اليوم هذا أمر خطوة مهمة ومتأخرة أيضا هي ليست التفاق جليلا متأخرة لفترة طويلة أمانة بغداد يجب عليها أن تهتم بهذه المسألة تحديدا مسألة جمالية الشوارع وإضافة إلى رفع التجاوزات هذا ناهيك عن أن البيوت أصبحت عندنا في بغداد وبقية المحافظات البيت قبل كان إلى حديقة هس تشوف في البيوت تباوع أنت بس عبارة عن بناء الحديقة اللغة الحديقة طلع بها مجتمليا وثلاثة هذه مشكلة ونعاني من تصحر ونعاني كذا ونعاني من هذه التفاصيل هذا يفترض أيضا أن تنحط لها قوانين وأنظمة أن البيت مثلا يفترض إلى متنفس لما يكون بيت وبظهرة بيت وبواجهة بيت يعني لا شمس ولا هوا اليوم نحن في قيم كردستان بناء المنازل لاحظة مختلفة لازم تكون عندك فتشجرة أمام المنزل هذا الشرط أساسي حتى تكمل إجازة البناء طيب أكو حيوانات مخيفة أدنى هنا موجودة كنا نعرفها ما رايش أنت في اليوم تتعاشين مع الآيلة وفجأة يدخل عليك دب ما تسويين يعني؟ أتعاش مع الآيلة ودخل علي دب دب مرة واحدة؟ دب يعني سامع تتذكر المسرحي أنا أخاف منك اللي بيطلع لي أسد؟ هذا بعض المشكلة تشعر طيب مشاهدينا عائلة روسية تعيش مع دب أكثر من 23 عاما خبر لصحيفة المشرق لعل فكرة تناول العشاء مع دب يزن نحو 140 كيلوغراما على مائدة واحدة ليست فكرة مألوفة وقد تدعوك لتوقفه عن الأكل والانسحاب من الجلسة مثل ما ذكرت أسيل لكن الحال مختلف بالنسبة لأحدى العائلات الروسية التي تخذت من الدب فردا من أفراد الأسرة تقاسمه الجلسات ووجبات الطعام ورغم ما يثير الزوجان يوري وستيفلانا استهجان واستغراب إلا إنهما في حال الواقع عيشان حياة طبيعية للغاية فالدب ستيفان 23 عاما الذي عثر عليه أحد الصيادين في الغابة بعد أن فقد أمه يعتبرهما والديه الحقيقيين برك الله هذا خوش تربية متربية الدب لا التربية يعني طمرت فعلا رفت شون بعداني ما رح أتكلم لأن أنت تحبين الدبابة حسما سمع أحب الدبابة أحب الدبابة الدمى أحب الدبابة يعني دمى ما دمى هو دب لا إن شاء الله يطلع لكم دبابة قبل يتصور قبل يومين أيضا أحد زملائنا من قسم الأخبار نطعنا خبر عن هنا موجود بالعراق لا أتذكر بأي محافظة شخص كان يربي ذئاب ويعاشرون أولاده بالبيت ويعقلون ويشربون وليس ذئاب مجموعة من الذئاب بالبيت وهي أيضا من الحيوانات المفترسة بس يجوز هذا الدب شائلي لطخم الأسنان مثلا لا هم شوف يعني هم أمنين بيض دب نعم شوف الحيوان يعني هو صح بدون عقل بدون كذا بس كل حيوان هو ليش يهاجم الإنسان لأنه يخاف من وجود الإنسان يعتبر الإنسان الخطر الحقيقي الأول على حياة هذا الحيوان هي هذه النظرية المعروفة لكن في حال مثلا وجود دب هم ربوا من كان صغير يعني فهو ما تربى بعالم الغابة والافتراس نعم اتربى بهذه فابتعد عن حياة طبيعية اللي هي الافتراس والصيد وكذا وكذا يعني هذا الموضوع تحس بعيد المدى إلى رؤية أنه فعلا من شبع على شيء شاب عليه يعني لدرجة أنه الحيوان اللي لا يملك عقل بس يعتمد على التقليد وعلى غرازة وعلى يعني جينات معينة يمشي عليها ممكن إذا تغيرت البيئة اللي ينحط بها ممكن أنه يتحول من مفترس إلى أليف هو ليش صار أليف يعني نقدر نقول عنه لأنه الغذاء مال تم توفر عنده فما إلى داعي يروح يفترس أي شيء آخر يعني كفريسة بالضبط يبحث عنه غذاء موجود شرابه موجود كل أجواء موجودة جربية ما شاف بعينه أنه الافتراس وإذا يجوع لازم يفترس واليوم الإنسان عكس هذا شيء هو أن يجل أقول لك هذا يأكد هذه المقولة نعم طيب خلي ننتقل إلى دراما في رمضان صحيفة الحياة اللندنية نشرت خبرا بعنوان نجوم رمضان بين العودة والغياب تشهد المسلسلات المصرية تحديدا خلال شهر رمضان المبارك عودة لعدد من الفنانين الذين ابتعدوا لفترات تراوحت بين عامين وسبعة أعوام في مقابل غياب آخرين كانوا ضيوفا دائمين أو شبه دائمين طوال السنوات الماضية فيما يواصل فريق ثالث حضوره رمضاني سواء في شكل متصل أو متقطع ويأتي في مقدم الذين يواصلون حضورهم عاد الإمام الذي يحضر للعام الخامس على التوالي من خلال مأمون وشركاء ويواصل مصطفى شعبان حضوره للعام السادس من خلال مسلسل أو البنات أما يوسف الشريف يحضر للعام الخامس من خلال القيصر أما العائدون فيأتي في مقدمة يحيى الفقراني الذي يعود من خلال ونوس الأمر الذي أو ذاته يتكرر مع محمود عبد العزيز الذي يعود من خلال رأس الغول وتعود صفية العمري بعد غياب لسبعة عوام شاركت في الرجل والطريق وتأتي عودة أيضا من خلال جزء السادس من ليالي الحلمية الذي يشهد أيضا عودة إلهام شهين وهشام سليم وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ودينا عبد الله بعد غياب ثلاؤح ما بين عامين وخمسة أعوام الدراما في شهر رمضان المبارك حلوة غنية خاصة هذه العام وكثير من الفنانين المصريين القديرين اللي بتعدوا فعلا والخبر الحلو هو عودة ليالي الحلمية أكيد أنت حاضر إلا ما حاضر شي جزء شايفت أكيد يعني ذكر من كلنا صغار نتابع يعني يعني في بعض المسلسلات اللي عيدت إلها اسمها يعني من المسلسلات الرائعة جدا قوية لحدنا لما تنزل كل ربما يعني الآن الرعيل الأول الجيل القبل يعني ثمانينات يمكن ينتظر عودة ليالي الحلمية بهذا الجزء عدنا نقطة أخرى يعني نلاحظ في هذه السنة رمضان غياب الدراما العراقية نوعا ما ودراما السورية أيضا لظروف اللي يمرون بهذه الدولتين إن شاء الله تأمل يعني تخلص هذه الغمع عن هذين البلدين أكيد ونتأمل أنه يكون شهر رمضان هو شهر خير وبركة لكل العراقيين الله عيد على كل العراقيين بالخير هذا كان آخر الأخبار لعندي بعد واحد يعني داشت حيث نخلي ناخذ أحسن لأنه مهم الختام مشاهدين مع العرب اللندنية حيث أوروبا تطوق خطاب الكراهية وافتراضيا تواصلت كل من المفوضية الأوروبية ومواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر شركة مايكروسوف إلى أعداد مدونة سلوك مشتركة بشأن مواجهة الخطاب المتطرف والحاقد عبر شبكات الأنترنيت وتلتزم الشركات المعنية بعدم منح إمكانية أو فرضي لنشر مواد دعائية وخطابات متطرفة على مواقع دعما لجهود المفوضية ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خطوة جيدة أكيد اليوم نحتاج إلى مثل هذه الخطوات دعوة إلى التطرف الخلافات الطائفية العرقية ما أشبه ذلك إلى ند التطرف والخلافات وكلها راح تأدي إلى نتائج سلبية على عكس ما هو مرود أو مراد منها في الوقت الحالي نحن دائما نحكي بهذا الموضوع ونقول هو هذا سبب انهيار أي دولة وإذا إحنا تخلصنا من عنده اليوم نرجع نوقف على رجلين من جديد شكرا ناصر خلينا نشوف جواد خليك ويانا حتى تشوف الرسمة جوادي هذا اليوم جواد اليوم كان كان نتناول موضوع تلوث المياه ومضيق بلدان ترجع أنه يرسمنا خصوصاً أنا يقول يعني ما أرسم ما أرسم النسوان بشكل كاريكاتير يتزعلون ما أرسم بنات ما أرسم بنات ما أرسم بنات نسوان إيه؟ لا ما أرسم النسوان عندنا كل النسوان تحسها كبيرة نشوفها خلينا نشوف نسوان مش ما ترجع في إيدي فعن بتكي أضطر أنه يشرب مي ميوه سادة أنفه تمام يعني سادة أنفه يعني حتى يعني مي لا ريحة مكتمة هي ملوثة مي ترحالة مية طبعاً أكيد معنا القصة ليست لهذه الدرجة أبداً ما يكون هيك ولكن ولله لهذه الدرجة وأكثر أحياناً مي الحنفية تفتحها يطلع من عندها ريحة الكلور بشكل واضح جداً هاي مش الكتير كلور مش أن ينظف يعني يعني ينظف بس مو ينظف البعدة ولا معها ينظف الإنسان كلاته يعني المشكلة أنه أنه عدم تدارك القصة وتراكمها يعني كتير ناس بتعاني من مشاكل بتعاني من خاصة كل سورة خاصة أنه يعني يفترض أنه كل إنسان يشرب باليوم مثلاً كمية محددة من المياه مستحيل تستغني أنت عنها برميل 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 لا مو برميل يعني صغير كبير مستحيل اليوم للشخص يستغني عن أنه يشرب مياه فتعال أنت مشكلة يعني إحنا عدنا بالصيف مثلاً يتزيد الحاجة إليها تزيد طبعاً تزيد الحاجة إلى أنه تشرب مياه خصوصاً في أجواءنا الحارة حسناً بشكل عام بتعرف أنه مثلاً مو المدن غير مستقررة مثل الأول مثلاً قدر نعاطب وآخر فلذلك المشاكل نحن فيها نحاول العاجلة لحد ما إذا مثلاً خاصاً سيدات البيوت اللي أو الأمهات اللي بتعرف أنه المياه ملوّسة لازم تعالجها القصة بسرعة تدير تعرف أنه في طريقة كثيرة بديهية وطبيعية لازم يتبعوها هذه المشكلة ما بيتتبعوها في طرق ما بيتتبعوها لازم يتم تغليت المياه يعني المياه تنغلها بدرجة معينة وبعدها تحط بالأناني إزاز وبعدها تتبرد جواد هذا الكلام يمكن أنه العائلة مكونة من سنين ثلاثة أربعة إذا عائلة ثقيلة بها أطفال وستهلاك المياه حتى ما يمتحق أنه تغلي المياه وتبرد المياه أسئل نحن عم نحكي لما تعمل بظروف مخيمات وتعرفي الناس نازحين يعني الأماكن غير مستقلة أو أتصور إجاد فترة ولازات موجودة بصيدلية حبوب التعقيم موجودة حبوب التعقيم المياه هي تغير طعم المياه ولكن صحية يعني هناك ألف طريقات أو حتى بدون تستعمل الغاز أي شيء يعني يسخن الشمس ست ساعات تعرض المياه يعني لضوء الشمس كافي أنه تعاقمها يعني الحمد أنه شمس كدير نسوي بس بعض العظيم أوك يعني بعدين على شمس لا نجي نلقاها متبخرة ما باقي وهيك لازم تخبيها أسئل نحن عم نحكي أنت يا أما تعملي هيك يعني نتعرضي ولادك لا خطأ طبعا أكيد وهي مشكلة لا يستهم بها يعني أنت شوف الطبيب من تروح أنت لأي طبيب أشياء احتمال يعني أنت مخ تخطر على بالك بس يقولك سببها ترى المي يعني هذا ناهيك عن أمراض الأمعاء والجهاز الهضمي وهي للأطفال والإسهال سأكون أمراض حتى جلدية بسبب الماء نعم عاشت إيدك جواد على عيني حلو جدا الرسمة رسمة جهيدة طبعا نتمنى ولها معنى أيضا جواد يعني مو نمدح بي ونقول أنه ولكن النقدة يعني بالصميم لاذع ودائما من الحياة اللي هو عايشها يعني لو يعاني من التكاسي لو يعاني من المي جواد هاي بعدين هو هسا بعدين أنتو راح تحشون بهذا الموضوع تكسي شكل الوجع نفس شكرا إليك جواد شكرا إليك أيضا ناصر حنروح